السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا مرة أخرى وإياكم بدورة جديدة عن الارافل وإمكانية ربطها بالرياكت جي اس طبعا لهذه الدورة راح تكون للناس اللي فاهمة الارافل وكذلك عدها فكرة عن الرياكت جي اس يعني مشتغلة بالرياكت جي اس تمام بهاي الدورة راح نحاول نربط بين الارافل طبعا باستخدام الرياكت جي اس وشون نقدر نعمل ربط بيناتهم بحيث انه نقدر ننفذ كل العمليات المطلوبة من عدنا ككورييت اوبديت ريد دليت إنشاء أو حذف أو إضافة وإلى آخره طبعا بهذه الدورة راح يكون عندنا مشروعين طبعا لازم نشغل بالبداية على الارافل ونهيئها ونرتبها بعد ذلك ننتقل للرياكت جي اس ونشوف شون نربط وشون المكاتب الضرورية والمهمة لنا لعمل هذا الدمج بين الفريمورك لارافل والمكتبة library.react.js طبعا هاي الدورة راح تكون متقدمة يعني للناس اللي تعرف أصلا لارافل مثل ما ذكرنا والناس اللي تعرف رياكت جي اس فإذا أنت ما كنت تعرف لارافل وما كنت تعرف رياكت جي اس ما راح تنفعك هاي الدورة طيب بالنسبة للناس اللي ما عدا أي خلفية عن اللارافل فعدنا احنا دورة دورة لارافل ستة سبعة ثمانية اللي هي موجودة هنا طبعا ممكن نشوفها مو بالأسفل كلش اللين دورة تقريبا قبل سنة هيك شي هذا ستة سبعة ثمانية تمام اللي هي خمسة وقمسين فيديو فهذه تحتاجها انت يعني حتى تدخل بهاي الدورة إذا ما كان عندك خلفيات فتبدأ من هذه الدورة اللارافل ستة سبعة ثمانية طبعا في ناس تبلش أول شي بالبي اي اش بي وبعدين ماي اس كويل بعدين تربط البي اي اش بي من المي اس كويل وبعدين تيجي تبلش باللارفل هذه ايضا ممكن في ناس اني شفتها لا رأسا بلشت باللارفل واتعلمت حقيقة طبعا من هذه الدورة رح يعلمك انه كيف تنشئ اي بي اي اي ايب اي ايضا لأن بهاي الدورة احنا رح ندمج اللارافل مع الري اكت باستخدام الاي بي اي فضروري جدا انه مو فقط تعرف فقط لارافل الويب الاعتيادية لا ايضا تعرف تنشؤ اي بي اي من الارافل بالدورة اللي قلت لكم يا لها ستة سبعة ثمانية لارافل فبهذه الدورة اني شارح الاي بي اي تمام يعني خلال انه انت عرضك للفيديوهات وتباو عليها راح تلاحظ انه من الدرس ثنين واربعين تقريبا يبدأ الاي بي اي ريست اي بي اي تمام فهاي الدورة راح يعلمك شون تنشؤ ال اي بي اي فبعد ما تخلصها راح تكون جاهز انه تنتقل هاي دورة كذلك بالقناة موجودة ري اكت جي اس هذه الدورة ري اكت جي اس تمام جافا سكريبت لاي بري هذه ايضا تحتاجها هي عشرين فيديو هذه ايضا تحتاجها حتى تكون انت فاهم من ري اكت جي اس وكذلك انت فاهم اللارافل وكيف تشؤ بها اي بي اي بعد ما تخلص هاي الدورتين تقدر تنتقل هاي الدورة الحالية اللي اان راح اشرح عنها تمام بالنسبة للناس اللي هي اصلا دارس اللارفول وتعرف اللارفول سواء من مدرس اخر من يوتيوبر اخر من قنوات اخرى من ارتكولز والى اخره ما عندي اي مشكلة المهمة عندي انه انه انت فاهم الاي بي اي وكيف تنشئها وكذلك فاهم الرياك جي از تمام اذا ما كان دارسها هاي الدورات اللي ذكرتها تقدر تدرسها وتجعلها هاي الدورة تمام اذا هذا هو الشروط المطلوبة من عندك بيت حالة نوقف هنا نكمل وياكم بالدرس القادم مع السلامة